مرحباً فيما يخص توقعات الطقس لدهيرة الغد إن شاء الله فالطقس يبقى عموماً مستقر عداء ستكون إن شاء الله سحب أكثر كتفة على المناطق الوسطى وحتى المناطق الشرقية الشمالية أيضاً بعض السحب ستهم الجنوب الغربي لكن سيبقى صفائهم معظم المناطق الصحرائية مع زاوبة عملية ستبقى تنشط على الصحراء الوسطى فيما يخص درجات الحرارة الدنيا الخاصة بصباحة الغد ستكون فصلية ونحن سجلوا أو ستتراح ما بين 9 إلى 10 درجات على المناطق السحلية ما بين 7 إلى 9 درجات على المناطق الداخلية كبوراق سنتينة سيدي بالعباس الشلف وحتى تلمسان ما بين 4 إلى 5 درجات على منطقة الهدى بالعليا 15 درجة في كل من بشار وحتى لغدايان سجلوا 16 درجة في ورقلاو وحتى لحسيم مسعود 18 درجة في جانت إليزي أيضاً أقول وحتى لعين صالح وتندوف 20 درجة في أدرار 17 درجة على منطقته الهوغر والتسلي و22 درجة في أقصى الجنوب كعنقزام وبرجباجي مختار فيما خصد درجات الحرارة القصوى الخاصة بظاهرة الغد إن شاء الله نبدأ بأعلى درجة والتي هي 43 إن شاء الله تكون في كل من عنقزام برجباجي مختار تنزع وطن وحتى تيمياوين 35 إلى 33 درجة على منطقته الهوغر والتسلي 35 درجة أيضاً في غرج بيلات وحاسي مونير في تندوف 39 درجة في عين صالح أقوز 36 درجة في جانت حتوصي حتى 31 درجة على كل من شمال الوحل شمال الصحراء وحتى منطقة الصورة 33 درجة في بني عباس حتوصي أيضاً ما بين 20 إلى 20 درجة على منطقته على منطقة الهضاب العليا كعن صفرة نعامة حتى باتنا خشلة وبريكا وسوق هراس 22 درجة على قسنطينة ميلا وحتى برج بوري ريج 26 درجة في سيدي بالعباس شلف واحتى غليزان 24 أو ما بين 22 حتى 24 درجة على معظم المناطق السحلية فيما يخص الملاحة والصيد البحري اللي نعالغاد إن شاء الله فالبحر سيكون قليل الإتراب إلى مضطرب على معظم السواحل الشرقية هدير جاليرية الشمالية غربية سرعتها رح تصل حتى الـ 50 كم في ساعة أما على السواحل الوسطى وحتى السواحل الغربية فالبحر ان شاء الله رح يكون قليل الإتراب سرعتها رح تصل حتى 30 كم في ساعة مشاهدنا نختم نشراء الجوية بشروق وغروب الشمس لنهر الغد الأحد 27 أفريل 2014 الشروق رح يكون على ساعة 5.59 دقيقة أما الغروب رح يكون على ساعة 7.32 دقيقة مع المواتل الإلكترونية دايما في خدمتكم 24 ساعة 24 فيما يخص الجو وحتى البيئة صهراء ممتعة مع باقي برامج الشروق تيفي في أمانيلا شكرا للمشاهدة